نشرة اخبارية مفصلة من قناة الجمهورية اهلا بكم الى العناوين الجيش يحرر مواقع بين مديرياتي رحب وجبل مراد بمارك الجيش في محور البقع يسيطر على مواقع استراتيجية فشل مسبق لمباحثات سويسرا بين الشرعية والحثيين مايكل نايفس الحثيون لن يتخلوا عن صنعاء او الحديدة بطبي خاطر اهلا بكم الى التفاصيل اكدت مصادر ميدانية ان الجيش والقبائل مسنودة بالتحالف تمكنت من تحرير مناطق رحوم ونجد المجمعة واجزاء من حيد حارز بعد تأمين مناطق الاشاول وجبال الحمر ومنطقة مضراء واشرت المصادر الى ان المناطق الواقعة بين رحب وجبل مراد تشهد معارك عنيفة بين الجانبين وسط تقدم الجيش والقبائل في نجد المجمعة ورحوم حققت قوة الجيش في محور البقع تقدما واسعا في سلسلة جبال الراشحة الاستراتيجي والمطلة على صحراء البقع في محافظة صعدة وذلك بعد معارك شرسة بعاملشية الحثي الانقلابية في السلسلة الجبالية الاستراتيجية لجبال الراشحة والتباب المجاورة لها وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش ومحور البقع سيطرت على عدد من المواقع والتباب وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والارواح وفرار من تبقى منهم واضحت المصادر ان طيران التحالف العربي شن عدة غارات ادت الى مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية واحراق عربة بي ام بي قللت مصادر يمنية من اهمية الجولة الرابعة التي انطلقت الجمعة في سويسرا وذلك لاستئناف المباحثات بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي المتعلقة بملف الاسرى بحضور ممثلين عن الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي واعتبرت المصادر ان الجولة الجديدة ذات طابع فني تأتي امتدادا لثلاثة اجتماعات تمت في الاردن لتنفيذ الشق المتعلق بتبادل الاسرى في اتفاق السويد بمشاركة فريق مختص في ملف الاسرى وليس وفدا سياسيا اكد مايك النايتس وهو متخصص في الشؤون العسكرية والامنية للعراق وايران واليمن ودول الخليج بان سعود ميليشيات الحوثي في اليمن ليس فقط لانقلابهم ولا للدعم الايراني فقط بل مزيج من الاثنين وقال نايتس في كتابه آلة حرب الحوثيين من حرب العصابات الى اسر الدولة ان ميليشيات الحوثي ترى انها اعادت الامامة المخلوعة منذ الف عام وحققت هدف الهالك بدر الدين الحوثي مضيفا انها لن تتخلى عن طيب خاطر عن سيطرتها على صنعاء او ساحل البحر الاحمر قال مصدر في مكتب التربية والتعليم بامانة العاصمة ان ميليشيات الحوثي حولت مدرسة بالقص الثانوية للبنات الحكومية في صنعاء الى مدرسة للذكور وفرضت رسوما دراسية كبيرة ووفقا للمصادر قررت الميليشيات الحوثية رسوم تسجيل متفاوتة للمراحل الدراسية في المدرسة بحيث يدفع طلاب المرحلة الاساسية مبلغ 65 الف ريال وطلاب المرحلة الاعدادية مبلغ 85 الف ريال وطلاب المرحلة الثانوية مبلغ 95 الف ريال اطلقت قوات عسكرية لاحد النار بكثافة لتفريق محتجين غضبين على ترد الخدمات العامة بمحافظة حضرموت وقالت مصادر محلية ان عشرات المحتجين اغلقوا الشوارع الرئيسية بمدينة المكلة وذلك احتجاجا عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ووفق المصادر فان قوات عسكرية كانت تنتشر في شوارع المدينة اطلقت النار بكثافة لتفريق المحتجين اعترضت القوات المشتركة الاحد قاربا على متنه 40 مهاجرا افريقيا قادمون من القرن الافريقي عبر البحر الى الساحل الغربي وتحفظت الدورية البحرية التابعة للقوات المشتركة على القارب في منطقة العرض بباب المندب في الساحل الغربي وكشفت مصادر مطلعة عن اعتزام الوحدة تسليم المهاجرين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كشف تقرير لوزارة الخارجية الامريكية بان ايران تؤجج صراعة بالشرق الاوسط وتوصل تسليح وتدريب الارهابيين والميليشيات في اليمن والعراق وسوريا ولا تلتزم ببنود معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وقال التقرير ان النظام الايراني يعتمد على طرق احتيالية لتمويل شركائه ووكلائه وطهران لا تلتزم ببنود معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ولا تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الدرية نهاية الناشرة شكرا لحسن الصغير والمتابعة في امان الله اشتركوا في القناة